بعد عدد من الاحتجاجات التي خضها مهني قطاع تعليم السياقة بالمغرب تراجعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن بعض قراراتها الرسمية القرارات الوزارية كانت قد شملت عددا من التعديلات على مستوى قانون ونظام تعليم السياقة والحصول على الرخص هذا الإشكال كان عرض مجموعة المدارس خاصة لفتحين جداد بعد 2014 لدرجة الإفلاس كان إشكال كبير فالوزير أو كتاب الدولة خضعتنا بالصدر الرحب وسمعت القاعدة المهنية يعني مش التمتيلية خضعت القاعدة المهنية وسمعت لها وسمعت لهذا المطلب هذا وحقاته حالة من الغضب وسوء الفهم سجلها مهني وأرباب مؤسسات تعليم السياقة في حق الوزارة الوصية حيث كانوا مستائنة من قرار حيف في حق البعض منهم الأغلبية من المؤسسات كانت مهددة بالإغلاق أو الإفلاس نظرا لحدات اشتغالها كان هناك حوار كان هناك تبادر الرأي وكان هناك كذلك تجاوب الوزارة مع المهنيين ومع مقترحة المهنيين ومع مطالبهم واللي بطبيعة الحال أعطت مجموعة من الإجراءات وتدابير بينها أجال دي 30 يوم منذ التجيل في المؤسسة إلى تاريخ الامتحان بينها كذلك 12 مرشح لكل مؤسسة السوفر على مركبة ومدرب بينها كذلك إجراءات أخرى تتعلق بإصلاح وتعالى القطاع واللي جات في إطار تجاوب الإيجابي للوزارة مع مختلف المهنيين الاستجابة أصفر عنها توقيع عقد البرنامج بين الوزارة الوصية وتمثيليات المهنيين وتعديله وذلك من أجل العمل على إصلاح القطاع عموما ترجمة نانسي قنقر